وفي إطار زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية تم الإعلان عن ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في قطاع المعلومات الإلكترونية وتهدف هذه الاتفاقيات لتطوير المنظومة الحكومية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مواصلة للشراكة الناجحة والعميقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وللمضي قدما نحو بناء شراكات مختلفة في كافة الغطاعات فقد جددت مملكة البحرين ممثلة بحيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقد الشراكة مع شركة مايكروسوفت المنظومة الحكومية بتقنيات الحلول الرغمية المتكاملة بحيث تصبح أولى منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتقل كليا للحوسبة السحابية هذا التجديد المؤسسي الذي امتد أكثر من 23 عاما مع شركة مايكروسوفت يأتي بهدف دعم الجهود الوطنية لتسريع عملية التحول الرغمي بالمملكة والتأكيد على حرص مملكة البحرين بتوظيف التغنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للمؤسسات الحكومية كافة بما يسم في تعزيز النمو الاقتصادي تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وحرصا من مملكة البحرين لمواصلة سعيها الدؤوب والطموح في مواكبة التطور التكنولوجي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات فقد وقعت مملكة البحرين اتفاقية مع شركة رائدة عالميا في مجال ربط الشبكات شركة سيسكو حول البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية وذلك لتعزيز مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا إلى ذلك فقد منحت مملكة البحرين الولايات المتحدة الأمريكية حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية وذلك لتطوير وتحسين واستدامة جودة الخدمات الإلكترونية وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمنطقة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر